مشاهدين الكرام في كل مكان نراحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية عبر الكتاب بنصلي أن تكونوا جميعكم بكل خير مع أساركم وبكل سلام تجسد الرب يسوع هو موضوع مهم جدا والتجسد الإلهي هو من أهم العقائد المسيحية التي يبنى عليها الإيمان المسيحي فلولا تجسد المسيح ولولا دخلوا إلى العالم لما صار لنا خلاص وفداء بموته وبقيامته لكن هناك من يشككون في التجسد الإلهي هم يؤمنون بالميلاد العذراوي لكنهم يرفضون التجسد ويتعنون في هذه العقيدة بشتى الطرق لكن من أكثر الطرق سخرية هي الطريقة التي فيها يستخدمون الكتاب المقدس الذي يتحدث عن التجسد الإلهي ويقدم بكل وضوح لكي يتعنوا في تفسير للآيات الكثيرة التي تتناول هذا الموضوع ومن أهم النصوص التي نجدها في الكتاب المقدس خارج الأنجيل هو نص ترنيمة قديمة كانت الكنيسة الأولى تترنم بها وبحسب أراء العلماء أنه الرسول بوليس اقتباسها وضعها في رسالة فيليمبي فعنوان حلقة اليوم هو ماذا يعني أن المسيح معادلا لله وعبارة معادلا لله بنجدها في هذه الترنيمة الموجودة في فيليمبي أصحاح 2 وفي الأعداد من 5 إلى 11 أو النص اللي يطلق عليه كينوسوس الإخلاء نص الخاص بالإخلاء فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع بوليس الرسول يريد أن يعلم مؤمنين فيليمبي عن التواضع وعن أنه إزاي مهم جدا لجسد المسيح كل واحد في جسد المسيح أن يكون لا يهتم بما لنفسه لكن أيضا يهتم بما لغيره عشان كده خد هذا النموذج الأسمى والأروع في التواضع والاتضاع وهو نموذج الرب يسوع المسيح فلهم فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إسكان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا سورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وعطاه حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآن وزي ما قلنا الحلقة السابقة أن هذه الترنيمة مكونة من قسمين قسم يتحدث عن اتضاع المسيح وقسم يتحدث عن تمجيد المسيح وهذه هي حياة الرب يسوع التي قدمها لنا الكتاب المقدس عن اتضاعه عندما أتى إلى علمنا واستمر هذا الاتضاع ووصل إلى قمة الاتضاع عندما قدم نفسه نيابة عننا على الصليب ثم تبدأ مرحلة التمجيد بالقيامة من بين الأموات وبالصعود ليكون عن يمين الآب وبالمجيء الثاني لكي يعترف كل اللسان وتكثو كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض باسمه طيب حلقة اللي فات كلمنا عن عبارة مهمة جدا الذي إسكان في صورة الله ومن ينكرون التجسد يحاول أن يلعبوا بهذا النص ويحاولوا أن يقدموا تفسيرهم هم لهذا النص بحيث من خلاله يطعنون في عقيدة التجسد وعش كده شفنا أنه محاولات كثيرة في الحلقة اللي فاتت أنه محاولة تفسير صورة الله على أنه المسيح كآدم وكما خلق آدم على صورة الله وعلى شباهه هكذا أيضا المسيح خلق على صورة الله فصورة الله لا تشير إلى طبيعة المسيح ولا تشير إلى ألوهية المسيح وقلنا أن هذا التفسير خاطئ فهو تفسير لا يتصق مع اللغة لغة النص ولا يتصق مع لهوت النص ولا يتصق مع الصياق العام اللي بيقدمه الرسول بولس واقتباسنا عبارة مشهورة لدكتور أوبراين بيتر أوبراين وفي كتابه المشهور قوي واليعتبر مرجع لدراسة فيليبي باللغة اليونانية وقلنا أنه فيه اقتباسه هو بيقدم لنا الخلاصة الخلاصة يعني إيه كلمة مورفي واللي هي مترجمة كلمة سورة هل هي تشير إلى الشكل الخارجي أم أنها تعبر عن الجوهر وعن الطبيعة الإلهية للمسيح فقلنا إيه؟ قلنا يشير العبارة مورفي إلى ذلك الشكل الذي يعبر حقا وكاملا عن الكائن الذي يشير عليه من الأفضل تفسير العبارة إن مورفي ثيو أو على سورة الله على خلفية مجد الله ذلك الضوء الساطع الذي وفقا للعهد القديم وكتابات ما بين العهدين يشير التعبير ببساطة إلى المظهر الخارجي لكنه يصور المسيح الموجود مسبقا على أنه ليس لبس ثياب الجلال الإلهية الجلال الإلهية والبهاء كان في سورة الله يشارك مجد الله وبالتالي يتوافق مورفي ثيو مع مجاء في يحنى سبعة خمسة عندما قال الرب يسوع المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم وكذلك أيضا في رسالة العبرانيين واحد ثلاثة عندما وصف الرب يسوع بينه بهاء مجده ورسم جوهري فكلمة مورفي ثيو إن مورفي ثيو لا تشير إلى المظهر الخارجي لكنها تشير وتعبر عن الجوهر الداخلي للشخص وعندما يقول الكتاب أن يسوع المسيح هو سورة الله أي أن يسوع المسيح هو طبيعة الله الطبيعة الإلهية والصفات الإلهية في شخصه طيب نسمع محاولة الداعية في تفسيره لهذا النص ناخد الفيديو الأولاني اللي بيحاول فيه يقول لنا أنه المسيح سورة الله مورفي ثيو هي عبارة عن أن الله خلقه على سورة آدم على سورته سورة آدم القديمة نسمع الفيديو الأولاني المفروض مساوياً لله دي مرتبط بكونه الذي إذ كان في سورة الله بمعنى إن هل هو علشان مرفئ الله هو على سورة الله ده معناه إنه هو فعلاً مساوي لله فعلى أساسها هنترجم هارباجمون هجيساته ولا إن يكونوا على سورة الله ده يخليه أهل إنه يبقى مساوي لله لو أنا فيش حاجة اسمها يخليه أهل إنه مساوي لله العبارة دي خاطئة جداً ليه لأنه محاولة شخص ما أن يكون مساوياً لله هي دي خطيئة دي الخطيئة فمن فعش تقول عن المسيح إنه هو سورة الله وبالتالي هو لأنه سورة الله هو مؤهل إنه يكون معادلاً لله ده مش في الإيمان المسيحي ده إحنا بنعتبره شرك بالله وده نفس الخطيئة اللي نكلم عنها خطيئة آدم وخطيئة غيره كويس لكن هاجي إلى إلى عبارة مهمة موجودة في هاندبوك وكلمة هاندبوك على فكرة يعني هو ترجمها قالك الكتاب اللي يده والكتاب اللي في الإيد هاندبوك تعتبر ده كلمة مانيول زي زي ما بتشتري مثلاً عربية ويبقى مديك المانيول بتاع العربية فيها اللي هو كيف تستخدم النص اليوناني في الترجمات فهاندبوك ده بتاع United Bible Society والخاص بترجمات الكتاب قال لنا ايه قال لنا قال لنا هاترجم العبارة دي بوضوح لما الكتاب بيقول لما الكاتب بيقول أن المسيح إسكان في سورة الله هو بيعني he implies that Christ is nature the nature of God بيعني أن المسيح له طبيعة الله يعني لما بيقول أنه هو على سورة الله ده على طول implies that أن المسيح ده على طول بيشير إلى أن المسيح عنده طبيعة الله أو ممكن نقول he possessed the nature of God هو يمتلك الطبيعة الإلهية أو فيه الطبيعة الإلهية he was a divine by nature هو إلهي بالطبيعة he had always been God by nature هو دائما الله بطبيعته أو divine nature was his أو الطبيعة الإلهية هي طبيعته the form of God أو سورة الله لا تعني السورة الخارجية لكن التعبير الداخلي عن الشخص عن صفاته عن طبيعته بيز طيب هنيجي للنقطة التانية والمهمة بيقولينها رسول بوليس أن المسيح إسكانة في سورة الله وعلى فكرة إسكانة مهمة جدا زي ما على سورة الله مهمة أيضا تفسيرنا إسكانة إلى أي زمن يشير هنا إسكانة في سورة الله يشير إلى قبل التجسد يشير إلى بنسميها الوجود السابق للمسيح اللي هو قبل التجسد الذي إسكانة في سورة الله هو لم يكف عن أن يكون سورة الله لكنه أخلى نفسه أضاف إليه طبيعة إنسانية محدودة كميس ده لا نفهمه من الناس الذي إسكان في سورة الله لم يحسب هنا بيقوله هنا بالعربي لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله العبارة هنا هرب جمون تعني ماذا يقصد بهذه الكلمات التي ترجمت لم يحسب نفسه خلصة أن يكون معادلا لله معادلا لا معروفة مساوي لله دي ما عليهاش خلاف الترجمة لكن هرب جمون دي اللي عليها الكلام كله هل هنا الكلمة دي تترجم إزاي وي ايه معناها الكلمة دي للأسف وردت مرة واحدة بس في الكتاب المعدس هرب جمون وردت مرة واحدة بس في الكتاب المعدس أو هات كتيرة بنعرف معنى الكلمة لما يستخدم أكثر من مرة فبنشوف استخدامتها في القرائن المختلفة السياقات المختلفة وبنقدر نقول الكلمة دي استخدمت بالمعنى كذا والمعنى كذا والمعنى كذا لكن لما بتيجي مرة واحدة بيبقى صعب جدا علينا ان احنا نعرف بالزبط معناها ايه وكمان لما بيكونش عندنا الكلمة دي موجودة أو بتكون موجودة في العهد جديد ثلاث مرات موجودة في مرء الستاشر وموجودة مرتين في فيليبي اتنين وفي عدد ستة وسبعة فلانها موجودة ثلاث مرات فبنقول طيب خلينا نرجع الى الترجمة السبعينية اللي ترجمة العهد القديم هل الكلمة دي وردت في الترجمة السبعينية وازاي المفسرين اللي ترجموا الترجمة السبعينية حطوا كلمة مورفي بدل ايه في النص العبري فبنقدر نوصل الى مفهوم عن الكلمة لكن لما تيجي مرة واحدة في العهد الجديد ومش موجودة في الترجمة السبعينية للعهد القديم وموجودة مرة واحدة اخرى في الكتابات اليونانية الكتيرة اللي متوفرة لدينا ده بيبقى صعب علينا ان احنا اكزاكت المعنى بتاعها عشان كده نقطة الانطلاق مش بس الكلمة هرباجيمون لكن كلمة معادلة لا وانا اكلم عن النقطة دي باستفادة لما نيجي الى الكلمة دي ماذا تعني هرباجيمون خلينا نشوف هو بيقول لنا ايه في الفيديو ومعاني هذه الكلمة ونرجع الى الكلمة اليونانية في اصلها مرة تاني ونعلق على الفيديو ناخد فيديو رقم اتنين مافضلش ماسك في مساواته لله وفي ترجمة تانية يعني ماعتبرش مساواته لله حاجة يفضل قافش فيها ومسك فيها وفي ترجمة هنا بيقول الفكرة او الفهم او الصورة اللي بتطلع لنا من الترجمة دي is that equality with god المساوى لله is something which christ already possessed يعني دي حاجة كان فعلا المسيح عليها هو كان مساوي لله and which he might have held وان حاجة كان ممكن يفضل متمسك بيها but he resolved not to do so لكن هو مرضيش بريع بالكدو this interpretation appears to suit the context better يعني هو شايف ان الفهم ده موافق للسياق ان هو كون انه الذي كان في صورة الله ده معناه انه هو مساوي لله لكن هو مرضيش يفضل ماسك في مساواته لله دي تخلى عنها وده الفهم المسيحي لاغلبية علماء العهد الجديد ان صورة الله من نفس طبيعة الله وبالتالي هو مساوي لله ويس لكنه لم يتمسك بهذا المجد الذي له لكنه اخلى نفسه اخذ صورة عبد الفهم المسيحي ويس لما نقل هنا ل the Greek English Lexicon للعهد الجديد وبيقول لنا بيقول لنا كلمة هربا جيموس معناها او ممكن تترجم that which is to be held on الشيء اللي ممكن تمسك فيه او الشيء اللي ممكن يبقى ممسوك بالقوة something to hold by force something to be retained حاجة تحافظ عليها حاجة موجودة بس ان انت تحافظ عليها والنقطة الاختلاف هي هل الفعل دوا هو في حالة الpassive ولا في حالة الactive يعني هل حاجة تسناتش انت تقتنس ها كويس ولا حاجة انت بتعتبرها ملكك لكن ممكن تتنازل عنها كويس كده بيقول لنا هنا بيقول لنا هرباجيموس means not only to grasp something forcefully ليست تعني فقط ان انت تحصل على حاجة بالقوة لكنها ايضا ممكن تشير الى to retain by force what are possessed what one possesses ان انت مش بس ان انت تحصل على حاجة بالقوة لكن لها معنى اخر ان انت تحافظ بالقوة على ما تمتلكه ويجي السؤال هنا هل المسيح له الطبيعة الالهية مساوي لله فهذه الحالة بتاعة المسيح هو عنده الطبيعة الالهية هل هو اخلى نفسه تنازل عن مجده وعن بهاءه ولا هو كان عنده الامكانية انه يبقى له الطبيعة مساوي لله ولكن رفض انه ياخدها نشوف الفيديو رقم ثلاثة هو بيحطها لنا بطريقته هو نسمعه هو بيحط لنا العبارة دي يكون يكون زي زي الاخرين بينظر المسيح على انه مجرد انسان ولانه مجرد انسان لكنه انسان كويس انسان ما زال على سورة الله لم يخطئ لم يفعل خطيئة زي الحالة اللي ربنا خلق عليها ادم سابقا ودي سورة الله وكان عنده الامكانية كان عنده الامكانية انا معرفش الامكانية دي تجيله ازاي كان عنده الامكانية انه يجعل من نفسي مساويا لله نفس الخطيئة اللي وقع فيها ادم لكنه رفض هذا التفسير لا تماشى مع السياق ولا تماشى مع الاخلاء ولا تماشى مع النموذج الذي يقدم الرسول بوليس للمؤمنين هو عايز يقدم لهم حالة الاتضاع في حياة المسيح نكمل ودي انا بقول ان ده صح فهم للنص وهشرح ليه بعد شوية التالت بيقول انه هو فعلا مساوي لله لكنه ما اعتبرش مساواته لله حاجة المفروض يبقى قافش فيها يتخلى عنها انا شايف ان ده بشكل عام ضد الفهم المسيحي لو احنا هنفهم النص ده عن التجسد لان المفروض التجسد ده الاله بيضيف الى نفسه خصائص انسانية اخرى مش بيتخلى هو عن مجده وطبيعته وانه كون عنه مساوي في فرق ان احنا نقول انه يتخلى عن طبيعته محدش قال انه المسيح بتجسده تخلى عن طبيعته ده مش الفهم المسيح الى حق من الى حق وهو على الارض الى حق لم يتخلى المسيح عن طبيعته لم يتخلى عن صفاته لم يتخلى عن قلوهيته طب ما ليه المجد الذي له في السماء هو تخلى عن مجده عش كده يقول الاب مجدني بالمجد الذي كان ليه عندك قبل كون العالم ويقول ايضا الاب ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيت يكونون معي لينظروا مجدي يعني انا راجع الى نفس المجد القديم اتى المسيح بطبيعته الالهية متجسدا لكنه اخف هذه الطبيعة الالهية ولم يستخدمها لكي يحقق الفداء والخلاص المطلوب للانسان كينوسوس لا تعني ان المسيح تحول او الله تحول الى انسان وتخلى عن صفات الالهية ليس هذا التجسد وليس هذا هو ايضا الاخلاء ده مش فكرينا المسيح طيب كمن وطبيعته وانه كونه عنده مساول الله بقى لو هنفهم هنه عنده كل القدرات الاله والحاجات دي لا المسيح المسيح اظهر في مواقف كثيرة بما يخدم الغرض الذي اتى لأجله قدرات الالهية يكفي ان انت تقرأ عن حياة المسيح وعن معجزات المسيح المسيح قال مغفورة لا خطاياك المسيح انتهر الريح والبحر بكلمة المسيح مارس سلطان على الطبيعة ومارس سلطان على الكائنات الغير مرئية الروحية الارواح الشغيرة ومارس سلطان على الامراض ومارس سلطان على الموت واحيا الموت لكن بما يخدم بما يخدم الغرض الذي اتى من اجله المسيح وهو الفداء والخلاص الا يستطيع المسيح انه ان يصيب كل هؤلاء الذين اتوا القبض عليه بكلمة واحدة يصيبهم بالعمر كان يستطيع الا يستطيع ان يعني يطلب جيشا من الملائكة لكي ما تأتي وتقتل كل هلاء كان يستطيع لكن ليه ما عملش لانه مش جاي لكده جاي لغرض الفداء والخلاص كمل فهو يعني ينفع يتفهم ان المسيح كانت مسوي لله لكن متخلى عن ده وما بقاش مسوي لله ده الفهم الخاطئ زي ما قلت ده فهم خاطئ وليس الفهم المسيح المسيح لم يتوقف عن ان يكون الله وبتجسده ما صارش تسعين في المية اله وبتجسده لم يصل خمسين في المية اله بتجسده صار الله كما كان قبلا بطبيعته وبصفاته وبعظمته وبسلطانه وبقدرته وبمعرفته لكنه لم يستخدم كل هذا لكي ما يحقق الغرض الذي اتى لأجله واش كده قلت انه الفهم التاني هو صح للآية دي الذي لم يحسب نفسه خلصة ان يكون معادل يعني يعني هو معادل الله هو صورة الله واش كده لما يحط لي هنا يقول لي انه الترجمة الافضل للنص ده طريقتين طريقة الأولانية قلناها قبل كده انه ما عنده طبيعة الالهية لكنه ايه كان ممكن يسعى نحوه لكن التفسير التاني هو مساوي لله هو سورة الله لكنه اخلى نفسه من المجد الالهي واتى الينا متضعا طيب ايكوالي ايكواليتي موساوات الله ليست موجودة وهو لن يسعى ليحصل عليها وده الفهم اللي جناب الداعية بنادي بي لكن ده الفهم المسيح الاولاني انه سورة الله تعني مساوي لله والكتاب اكدها مرتين سورة الله معادلا لله لكن الفهم التاني انه لا 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 هو هو ما عنده هو مش طبيعة الله هو مش معادل لله لكنه كان عنده الامكانية انه يسعى نحو هذا الامر لكنه تخلى عنه نسمع فيديو ثلاثة وممكن اربعة بعدي من فضلك لكن المسيح برضو الذي كانت في سورة الله زي ادم كان متاح له انه يبقى مساوي لله لكنه مرضيش انا انا عبرت متاح له متاح له انه ده اساسا فهم هرطوكي ده فهم فهم خاطئ ده فهم خاطئ متاح له مين اللي ممكن من البشر يكون متاح له ان يكون مساوي لله ده لو الانسان البار فكر لحظة انه عايز يبقى مساوي لله يبقى وقع في الخطيئ طيب اخد مدخلة الاخ سام من الجزائر اهلا وسهلا بحضرتك اهلا كيفك اخ اشرف اهلا وسهلا بيك اخ سام كيفك انت الحمد الله عندي سؤال يا اخ اشرف يعني في خصوص يعني المسيح مثل ما بيقول الكتاب عظيم سر التقوى الله ظهر في القسد ومثل ما بيقول ان المسيح هو صورة الله المنظورة يعني ممكن هي الطريقة الوحيدة للتواصل مع البشر يعني بطريقة محسوسة بس يعني من خلال دراسة حياة المسيح بنشوف انه مثلا في مواقف مثلا قبل ان يحيي العازر دعا خاطب الله كذلك عندما كان على الصليب قال ايلي ايلي لماذا تركتني يعني الله مثلا في صورة انسان يعني ما هي الرسالة اللي ممكن نستنتجها من خلال الخطاب بين الابن وبين الاب يعني فيعني هل نقول هنا الله يخاطب من والله في الصورة مثلا المنظورة يخاطب الصورة الغير المنظورة او هل هناك رسالة يعني ما بين السطور يرى توصيلها يعني ما بعرف الشخص الذي يسمع يعني انا ما فهمت النقطة دي هي هو سر وعظيم سر التقوى انا اعرف سر بس يعني شو الرسالة يعني 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 يقول ايلي ايلي لماذا تركتني يعني الصورة الغير المنظورة تخاطب الصورة المنظورة عفوان تخاطب الغير المنظورة هو سر فاهم هو طبعا دا يرجعنا الى الثلوس انه الله موجود بذاته ناطق بكلمته وحين بروحه وان الله منذ الازل وإلى الابد سيظل لمحبة وستزل ستزل هذه الجوهر الله جوهر الله وطبيعة الله ستزل اكبر من ادراك الانسان خلينا اقولها هي لا تتعارض مع فكر الانسان لكنها اكبر من ادراك الانسان وإلا لا صار الله انسانا لو انت ادركت كل ابعاد الله صار الله انسانا صرت انت اكبر منه وانا اكبر منه لان عقلي قدر يستوعب كل حاجة فيه وبالتالي صار هو مجرد انسان ويمكن اقل كمان من من انسان لما 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 اتى الرب يسوع لما اتى الرب يسوع الكلمة الابن الازلي اللي بيكلم عنه الكتاب هو كلمة الله منذ الازل ويس واتى الى علامنا وارتدها ان يأخذ طبيعتنا البشرية ويت ظل كلمة الله في تواصل مع ذات الله مع الاب وعش كده لما بنقرأ عن حياة المسيح في حاجات كتيرة لازم نقراها عن حياة المسيح كانسان بانسانيته يعني لما يقول ان المسيح تعب لما يقول المسيح جاع الله لا يدعب الله لا يجوع الله لا يتألم الله محصن من كل هذه الامور لكنه عندما ارتدى ان يأخذ المحدود دون ان يؤثر على عدم لكن عندما ارتدى ان يأتي الينا اخذ سورة عبد صائر في شبه الناس ويزوجد في الهيئة انسان وضع نفسه اطاع حتى الموت موت الصليب هو يريد من كلمة الله عندما اتى الينا تنازل عن ان يكون الابن الذي له المجد في السماء الى ان يصير الابن العامل مشيئة الاب الكلمة التي تخرج من الاب لكي ما تحقق مشيئة الاب فعشان كده في سورة التواضع والاتضاع كابن كان يتواصل مع الاب ان افعل مشيئتك يا الهي سررت وفي حياة الرب يسوع بيعلمنا من خلال حياة الصلاة التي عاشها هو لم يكن محتاجا انه انه يطلب من الاب معجزات كثيرة جدا كل معجزات المسيحيين ممكن واحدة هي الاقامة العازر لكن كل معجزات المسيح صنعها بقوة الشخصية بكلمة من فمه لكن هو اراد انه يتمجد الاب انه المشهد كله يكون انه ازاي الله يستطيع ان يقيم حتى الانسان الذي قد انتن وعلى صليب ايضا عندما حمل خطيانا وعندما ودع عليه اثم جميعنا هناك لحظات شعر فيها الاب ان الخطيئة بتفصل الانسان عن الله وهو صار خطيئة من اجلنا صار لعنة من اجلنا فهذا التواصل بنجده بوضوح في الاناجيل واشكرك على سؤالك اخو يسام وانا معرفش يمكن كتاب المسيح من هو كمان فيه اجابات وفية عن هذا الامر ممكن حضرتك لو اديتني تليفونك ابعت لك النسخة المصغرة لهذا الكتاب طيب نجي الى نقطة نكمل الفيديو الاول وبعدين نعلق عليه لكنه مرضيش ما استغلش الموضوع ده هو بنفسه لوحده تواضعا بقى ودلي فيها المعنى التواضعي انه بقى زيه زي العبيد بقراته الحرة اولا اولا هل هناك امكانية خلينا اقول انا ابقى نموذج كويس لو فيه امكانية انه احقق الي انا بقوله بمعنى ايه انا في امكاني انه ابقى رئيس بلد طبعا ده بعيد عن السياسة انا مليش دعو بالسياسة كويس انا بامكاني انه ابقى رئيس بلد لكن انا اخترت إنه أبقى أقل من كده دي إمكانية موجودة Something possible to be done Something يعني ممكن حدوثه كويس فبالتالي يقوله علي أن أنا متواضع إنه أنا عندي الإمكانية لكن أنا تركتها الغيري فده اسمه تواضع ده اسمه تناسل كويس لكن لو أنا ما عنديش الإمكانية دي أساسا بل بالعكس التفكير فيها هو خطية التفكير فيها هو إثم وشرك بالله ومش ممكن هتحصل ومش ممكن هتتم ولا يمكن حدوثها لليوم ولا غدا ولا بعد غد فمبقاش فيه تواضع لو أنا سبتها مهمش هتحصل إيه التواضع في كده يعني لو المسيح عنده بيفكر إنه يبقى زي الله عنده الإمكانية هي أساس الإمكانية دي مش موجودة الإمكانية دي مش موجودة لأي بشر مش موجودة مفيش بشر هيصير إنسان دي بدعة دي هرتقات فبالتالي مش محسوبة في النص ولا يمكن أبدا تعتبرها من النص ولا تعتبر هنا الإخلاء له معنى وقيمة الإخلاء ملهوش أي معنى وقيمة نكمل ودي مش معنى تجسد ولا ابتنجان معناها المعنى على الإيمان المسيحي يعني ماشي ربنا يعني يفتقدك بنعمته لكن كمل مش معنى تجسد ولا ابتنجان معناها المعنى إن المسيح رغم إنه كان بار ونقي وزي ما احنا بنفهم نبي عظيم وواواوا لكنه مع ذلك كان بيخالط الزناو العشرين يعني أخلى نفسه أخلى نفسه بص فسر إيه فسر أخلى نفسه إنه معينه كان رجل كويس وحلو وبار لكنه كان بيقعد مع الخطى وبيتكلم معاهم وبيأكل معاهم أنت مقتنع بالكلام ده إليه إخلاق في كده تم كل رجال الله عملوا كده تم موسى كان رجل كويس وكان بيقعد مع شعبه بيأكل مع شعبه بيشرب مع شعبه حتى كان الوحشين منهم بيحاول يصلحهم تم قال ليه كان كده تم داود كان كده يعني إيه الإخلاق في كده لا يوجد إخلاق ما هو أنت لو حتى لو خدتها بالطريقة البشرية إنه ده نبي هتقامش معاكم دا نبي وما لا هيقعد مع مين وما لا هيقود مين للصح ولا ولا الله لا يهدي القوم الكافرين ودول كافرين سيبهم في ستين ما هو إن كان المتكلم مش عارف إيه يبقى المستمع عائل يبقى المستمع عائل طيب نيجي إلى إلى جزء آخر وهو التراجم المختلفة التراجم المختلفة طبعا بنجدها عن الآية دي إنه لم يحسب نفسها خلصة أن يكون كلمة خلصة شيء يتمسك بيه وداون في ناسبي نيو أمركان ستندر كمس وإنجليز ستندر كمس آلت بردو نفس الحكاية أثناء أثناء نايفي آلت اثناء يستخدمها لصلاحييته صلحه جنيف آلت رابري to be equal with God thought it no robbery أو سرقة خلصة كويس فانضايك بالعربي قالت الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله الحياة قالت لنا ترجمة الحياة إذ أنه وهو الكائن في هيئة الله لم يعتبر مساواته لله خلصة أو غنيمة يتمسك بها ترجمة أقرب إلى فعلا الصح اليسوعية قالت لنا هو الذي في سورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة ما اعتبرتش مساواته لله غنيمة يتمسك بها المشتركة هو في سورة الله ما اعتبر مساواته لله غنيمة له كاثلوكية هو الذي في سورة الله لم يعد يعد مساواته لله غنيمة طيب أجي إلى يبقى القضية المحورية القضية المحورية ليست أن يسوع معادل الله أم لا فده النقطة دي متفق عليها النقطة الجوهرية هي اتجاه وفكر يسوع اتجاه معادلة لله في معنى في معنى ايه فهو سورة الله وهو بهذا معادل لله وعلشان كده الآية دي لا تعلم أن يسوع يحاول أن يحصل على معادلة لله أو عنده الإمكانية أنه يحصل على معادلة لله لكن يسوع الذي هو أساسا معادل لله لم يعتبر معادلة لله غنيمة من هنا نفهم أن خلصة أو غنيمة لا تشير إلى تحرك المسيح نحو مساواته لله كهدف بل بالرغم من كونه مساوي لله إلا أنه تحرك نحو الإنسان النص بيتحدث عن عدم أنانية الإبن الأزلي المساوي له هو اعتبر مساواته لله ليست عزرا أو سببا يمنعه من مهمة الفداء والموت كإنسان على الصليب ده الجزء الأساسي والمحوري في الآية طيب ناخد الفيديو رقم أربعة وأرجع على عليه الخامس سوري فيديو رقم خامسة كون أن المسيح على مرفق الله زي ما كان آدم قبل ما يعصي ده بيخليه في حالة أنه ممكن يتطلع ويبقى مساوي لله ربنا خلقه على مكانة عظيمة وكبيرة ونقية وطاهرة وكذا وكذا هو ما استغلش أن موضعه ده بيأهله لحاجات أعلى من كده لكن غيره عمل كده طيب طيب فيه فيه كتاب مهم جدا اسمه The Person Of Christ بتاع دونالد ماكليد والكتاب ده اللي بيأه رانجليزي وحابب يدرس عن عقيدة المسيح كتاب مهم جدا وفيه فصل كامل عن داكينوسوس أو الإخلاق ومن حاجات الجميلة اللي عملها هنا ماكدونالد أنه ربط ما بين الآية دي في فيليب 2-6 وما بين يحنى 13 لما المسيح غسل أرجل تلاميذه وقالنا نفس الفهم بنقدر نحن نشوفه هنا في يحنى 13 وفي الآية 2-3 بيقول يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه هو كابن دفع كل شيء بين يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي كميس قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ من شفه والتزرب هنا بنرى الإخلاق هنا بنرى بالرغم من أنه يعلم أنه له كل سلطان ممن في سماء ومن على الأرض هنا يعلم يسوع يعلم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه إلا أنه إخلاق بنرى قام وعمل خلع ثيابه وأخذ من شفه واتذر بها وغسل أرجل تلاميذه هنا بنشوف أن فكرة الله هو الخدمة هو الآخرين وأن الله ممكن يتنازل يتنازل ويترك لخير للآخرين فهو ليس إله أناني يفكر في ذاته لكنه يفكر في الإنسان طيب هلين أخذ مدخلة وبعدين ناخذ الفيديو رقم ستة ألو ألو طيب الصوت مش مسموع خلينا ناخذ فيديو رقم ستة لأنه في جزء ترجمة مهم وأنا حاوي أعلق عليه هو بيقول في الآخر بيقول بدل ما يتمسك بالخصائص اللي كان اللي كان هو عليها اللي هي الذي كان في سورة الله ده بيتحلو أنه يبقى مساوي لله بدل ما يتمسك بأنه ممكن فعلا يبقى مساوي لله المسيح تخلى عن رتبته الإلهية رتبته الإلهية يعني يعني اللي وضاها عليه الله يعني هو ربنا اللي خلاه الذي كان في سورة الله طيب تخلى عن نذبته الإلهية دي بدل ما يسعى أنه يبقى مساوي لله هو تخلى عن الموضوع ده تخلى عن الإمكانيات اللي بيتحاله كونه في صورة الله شفته هو زي لعب الاقتباس هو أولا بيترجم براحته ما محدش ماشي ورا ومحدش كمان بيقرأ ما قبل وما بعد فهو بيجيب لهم الحط اللي عايز هو يركز عليه كويس أنا هسمع الفيديو ده تاني معاكم بس مع السلايد ده لأنه هو الفيديو ده أو الاقتباس ده من The Handbook of Paul's Letter to Philippians كويس واللي هو بتاع دار اتحاد الكتاب المقدس الخاص بالترجمات وهسمع الفيديو وهقف عند حتة منه مرة تاني علشان الاقتباس قدام حضرتكم ممكن معليش أو بيقول في الآخر بيقول instead of holding on onto his privileges أيوه خلينا نقف هنا أيوه instead of holding onto his privileges يعني يعني بالرغم من تمسكه بي صلاحياته كويس ده صلاحياته ما هو الاله عنده صلاحيات عنده مجده عنده كرمته عنده بهاء عنده قدراته صلاحيات كمل بدل ما يتمسك بالخصائص اللي كان اللي كان هو عليها إيه بقى سواني أنا عايز إيه بقى الخصائص اللي هو عليها لو هو مش سورة الله ومساوي لله إنسان عادي زي ما الرب وصف الأطقية في العهد الأدي بار كامل بلا خطيئة ماشي إيه بقى خصائص إيه بقى امتيازاته كمل الذي إذ كان في سورة الله ده بيتحلو إنه يبقى مساوي لله مفيش حاجة اسمها ده بيتحلو يبقى مساوي لله مين اللي قال كده لو أنت خدت التفسير ده على إنه آدم مش لأنه مخلوق على سورة الله ده بيتحلو إنه هو يبقى مساوي لله هنعمل آلهة إحنا يعني صغيرة ده مش الفكر المسيح وإيه ولو أنت طبقت ده على المسيح يبقى ده بدعة كانت بتتقال عن المسيح زمان والكنيسة حربتها اسمها بدعة التبني انه المسيح ده راجل كويس قوي للدرجة إنه ربنا تبنى وجعله ابن لي تكمل بدل ما يتمسك بإنه ممكن فعلا يبقى مساوي لله كريست جيف اب هز ديفاين رانك المسيح تخلى عن رتبته الإلهية أيوة تخلى عن إيه رتبته الإلهية لما يقول رتبته الإلهية يعني إيه هو بيفصرها تخلى عن رتبته الإلهية يعني الرتبة اللي ربنا خلقوا عليها ما تبقاش رتبته الإلهية ما ينفعش أنك تقول عليها رتبته الإلهية آدم لم يكن في رتبة إلهية آدم كان إنسان أنا وإنت إنسان الرتبة بتاعتنا we are human لنا مكانة آه خاصة عند ربنا بس we are human بيسموا كل الجنس البشري humanity البشرية اللي لهم خصائص معينة بيشتركوا فيها فالردبة الرانك بتاعك إيه يقولك إن divine rank divine rank يعني المكانة الإلهية والله لا يعطي هذا لإنسان ولا يمكن لإنسان أن يحصل عليها وإلا هنا دخلنا في الشركة بلا يكمل ربطة اللي هي يعني يعني وضعها عليه الله يعني ده ترجمتك إن تلخص ماشي اللي خلاه الذي كان في سورة الله طيب تخلى عن نذبته الإلهية دي بدل ما يسعى إنه يبقى مسوي لله هو تخلى عن الموضوع ده تخلى عن الإمكانيات اللي بيتحاله كونه في سورة الله هو خد الاقتباس ده الاقتباس ده خده حضراتكم خد فين خد لحد هنا شايفين اللي هو محدود باللحمر ده ده الجزء ده الجزء اللي خده موجود على الشاشة طيب فهو خد خد الجزء ده بعدها بسطرين أو قال لي من سطرين بعدها بسطرين بالزبط نفس الصفحة أنا عايزة أريكي إزاي فعلا هم يعني هو أولا الاقتباس ما بيمشيش معاه بس هو طيعه فسره على مزاجه وترجمه على مزاجه طيب بعد كده الكلام اللي بيتقال بعد كده بيدمر كل اللي هو قاله بيتقال بيتقال لَكَلْخَيْطَهَ لَكْلِهُ اقوالITY WITH GOD ITSELF NAMILY CHRIST DIVINE NATURE اقوال CHRIST DIVINE NATURE ان هو rank of dignity كإله كرامته كرامة الله ومجده مجد الله هو ما جبهاش لانه لو جاب لك الاقتباس كله على بعد يبقى هو بيناقد نفسه هو ما يحبش يناقد نفسه فاعمل ايه يروح جاب لك الحتة الاولانية دي وكمان مش بتاعته مش بيترجمها صح بيترجمها على مزاجه ما قد قدمه او ما قد تنازل عنه المسيح ليس الامكانية بانه يبقى مساوي لله لكن المسيح تنازل عن مجده وبهاءه نكمل مع بعض الحلقات اللي جاية فيلا نلتقي سلام المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة